وجه مجلس كنائس الشرق الأوسط رسالة شديدة لهجة لإدارة الأولمبياد في فرنسا تتضمن رفضا قاطعا وصريحا لبثها مشاهد افتتاحية مسيئة لأهم وأقدس الأحداث في الدين المسيحي وقال المجلس في بيان صادر لقد شاهدنا ما جرى خلال حفل الافتتاح من الاستهزاء والسخرية لما هو مقدس لدى مليارات الناس حول العالم وبأساليب لا تمت إلى الرقي الإنساني بصلة وأوضح أن المسيحية هي الصباقة دائما في صون الحريات وحماية التنوع والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه لذلك لا نقبل تعريضها للامتهان من بعض الجماعات وأكد مجلس كنائس الشرق الأوسط على أن الحرية مسئولية كبرى في تاريخ الإنسانية ولا بد لمن يمارسها أن يشعر بمسئولية احترام الغير ومعتقداته مبينا أن ما جرى إنما هو أمر مقلق بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية للعودة بها إلى عصر الظلمات والانحطاط والبدائية